سلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد ازاكم شباب اخباركم ايه يا ربتكم خير دامان يا رب. الفيديو ده هكلمكم فيه عن من افضل اجازة اللي بتدعم الصوت وهو والساون بار ده من موديلات السنة اللي فاتت الفين واحد وعشرين وطبعا هكلمك عن كل موايزات وعيوب ده وفي اخر الفيديو هقول لك رأيي فيه هل ازا كان فيه اختيارات افضل منه ولا لا. بس قبل ما ابتدي يا رد دلوقتي متنساش تدوس لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه مشتركتش علشان يوصل لك كل جديد من محتوى قناة وما تفتكش هاي فيديوهات جديدة. ساون بار بوز سمارت سعمية بيندرج تحت فئة او الساون بار اللي بيكون قائم بذاته وبيجي بدون ساب ووفر او سماعات خلفية وبتشتري انت بعد كده الساب ووفر والسماعات الخلفية دول بشكل منفصل. وهو متوافق مع الساب ووفر البيز موديول السبعمية والساون بار ده تقدر طول النواة تحديث لموديل السنة اللي فاتت سبعمية. وبيجيبوب بعض في كل حاجة تقريبا مع ده فكرة ان بيضعم السوط الدول بي اتموس ولكن سبعمية لا يضعم السوط الدول بي اتموس. وهتقدر تفرق بينهم بسهولة عن طريق السماعات اللي موجودة في البوز سمارت تسعمية. والساون بار ده بيجي بنزام صوتي دوت زيرو دوت توت شانيل والسبب في رقم الزيرو هنا انه هو زي ما قلت من شوية فما بيكونش معال ولكن انت بعد كده لما بتزود له بيبقى النزام الصوتي بتاعه والساون بار نفسه مكون من تسع سماعات منهم السماعتين والسبع سماعات البقائين بيكونوا متقسمين ما بين والليفت والرايت وعلى مستوى التصميم الخارجي فانا شايف ان برده هيكون له هوات الفخامة والاناقة اللي بيحبوا التصميمات الشيك البسيطة اللي بتدي لمسة جمالية للمكان. هو متوفر باللونين السود والبيض واهم ما يميزه على مستوى التصميم الخارجي الطبقة الازاز اللي بتكون على من فوق اللي بتديله لمسة شيك جدا. بالاضافة لان الواجهة الامالية بتكون عبارة عن جريل من المعدة المصنعة بكواليتي عالية جدا. وبالنسبة للتحكم في ده فهو ما فيوش زرائر كتير يعني مش هتلاقي فيه غير زرارين بس من فوق واحد علشان تفتح او تقفل منه المايك واحد علشان تفتح او تقفل منه الجهاز. بالاضافة لان بيكون فيه لامبات لد علشان تديلك اشعارات بالحاجات اللي شغالة لكن مفيش فيه اما بالنسبة فبيكون برضو متوفر ده مصنعة من خمات عالية الجودة وسماعة نفسها سماعة ضخمة بكترة عشرة بوصة بتكون او موجهة للسقف ويمكن يعني دي حاجة قليلة شوية ان احنا نشوف السماعة بتاعته موجهة للسقف ولكن شركة بتقول ان هي مستخدمة في تكنولوجيا اسمها عشان تقلم من دوضاء بالاخص معها لفلات الصوت المرتفعة. وزي ما انتشاف ان بيكون متغطي من فوق برضو بطبقة من الازازة اللي بتديه لامسة شيء جدا وبتخليه متماشي مع شكل نفسه. وطبعا ده بيكون مع رموت كنترول ولكن بتاعه حكمه اصغر شوية من اللي كان بيجي مع البوص سبعمية وما فيهوش اللي كان موجود في البوص سبعمية فتقدر طول يعني ان هو شوية عن بتاع البوص سبعمية. ولكن في كل الاحوال هتقدر انك عن طريق تتحكم في كل الوظائف الجهاز زي انك تقدر تتحكم في بتاع بشكل منفصل عن السماعات عن السماعات كل الحاجات دي تقدر تتحكم فيها بشكل منفصل. ولكن كنترول فتقدر انك تتحكم في برضا عن طريق الموبايل باستخدام بتاع اللي بيوفر لك برضو كمية تحكمات كبيرة جدا تقدر انك تحكمها في الصوت تاعل زي انك تتحكم في كل بتاعت الصوت تاعت كل حاجة بشكل منفصل ولكن بس ينقصوا انه ما فيوش عشان تقدر انك تصبط الصوت بدقة اكبر. وبالنسبة او سالة الاتصال فالصان برضا هتلاقي فيه مدخل واحد بس مع مدخل الصوت ومدخل كابل للانترنت اما مدخل فبيكون للتحديثات فقط يعني مش تقدر انك تستخدم مدخل لسماع المزيكة بالاضافة طبعا لانه بيضعم ده غير طبعا ان ده بيضعم مع والامازون اليكس اما بالنسبة لجودة صوت فالساون بار البوست سعمية بيعتبر واحد من احسن اجهزة القائمة بذاتها على مستوى جود الصوت تحديدا لو هتقرنوا باجهزة تانية قائمة بذاتها برضو بدون استخدام لان الصوت بتاعه نقي جدا ومتوازن ونسبة فيه او حلو بالنسبة لكونه وطبعا لما تزاود والسماعات الخلفية معايا فده هيدي لك تجربة صوت حلوة جدا ومتكاملة ولكن السماعات الخلفية او ممكن ما تكونش افضل حاجة بالمقارنة لاجهزة تانية بيكون معها السماعات الخلفية بتاعتها لان هنا حجمها صغير اوي وده هيتطر رك انك تخلي دايما ان الساتيلايت دي قريبة منك لانك لو حطيتها بعيدة عنك شوية ممكن تبتدي ما تحسش بالصوت بتاعها قوي ومن اهم موايزات برضو على مستوى جاودة الصوت انه بيدعم خاصية اللي بتعمل معايرة اوتوماتيكية وبتثبت الاعداد بتاعت الصوت بتاعتها بافضل شكل لها على حسب المساحة بتاعت الغرفة عنها ومن موايزات الخاصية دي ان طرقتها مختلفة شوية في التشغيل عن بقية اجهزة اللي بتكون بتدعم نفس الخاصية عن طريق المايك اللي انت بتحطه قدامك علشان ييسل يا ست بتاعت الصوت اللي في المكان في خاصية هنا بيكون معا او زي جهاز بتحطه على دماغك علشان يبتدي يقيس لك الصوت على حسب ما انت قاعد فين بالزبط ومكان ودانك فين بالزبط فبالتالي يدي لك افضل دقة صوت ممكن وتكنولوجي في برضا بتعتبر النتيجة بتاعتها من احسن نتائج في اجهزة ولكن من عيوب برضا تحديدا على المستوى جاودة الصوت انه بيدعم الصوت الدولبي اتموس لكن لا يدعم الصوت واللي ممكن تكون مشكلة لناس كتير بتعتمد على المحتوى او عندها بالفعل محتوى كتير بيدعم الصوت طيب ممتاز جدا دلوقتي انت بعد ما عرفتم ميزات تسعمية هيجي السؤال المهم هل فعلا برضا يستحق الشرى فعلا ولا لا? فالنقطة دي هقولك ان فيها كلام شوية لانك انت لو هتكرر ان دا بالاجهزة المنافسة لي زي مسلا على اعتبار ان الجهازين يعني او يعني بيجو بدون والسماعات الخلفية ففي الحالة دي اللي هيكسب بقوة هو السنهايزر امبيو لان السنهايزر امبيو بيعتبر بتاعه القائمة بذاتها اللي بتيجي بدون سابوفر او سماعات خلفية. ولكن في نفس الوقت الساون بار البوست سعمية هتقدر طول ان هو هيددي لك يمكن سبعين في المية من جود الصوت السنهايزر امبيو مع سعر اقل بكتير من السنهايزر امبيو. انك هتلاقي من سعر الساون بار البوست سعمية حوالي تسعمية دولار بدون السابوفر والسماعات الخلفية وفي نفس الوقت هتلاقي سعر حوالي الفين وتلتمية دولار او الفين وربعمية دولار. ولكن لو هنيجي بقى لنقطة ان انت هتشتري سعومية مع السماعات الخلفية ففي الحالة دي هتلاقي ان توتل السعر بتاع الجهاز ويف عليك بحوالي الفين وتلتمية دولار. وخلينا اقولك ان انت بسعر الالفين وتلتمية دولار دول هتلاقي فيه اجهزة افضل منه بكتير. يعني مسلا ممكن تجيب حاجة زي السامسونج الجهاز ده هيكون افضل منه بكتير على مستوى جاودة الصوت بالاخص مع مشاهدة الافلام تحديدا لانه بيجي بعدد اكبر من القنوات لانه بيكون بنزام صوتي مش زي البوس تسعمية. وممكن كمان اقول لك ان من اقوى من نفسين تسعمية هو هيكون يعني ققيمة مقابل سعر احسن من تسعمية لانه هتلاقيه بيوفر لك برضو نفس جاودة الصوت تقريبا وبيكون فيه عدد اكبر من مداخل ومخارج الوصلات اللي بتكون نقطة تفوق على البوس تسعمية. هو اه جاودة ونقاء الصوت بتاع البوس تسعمية بالاخص مع سماع المزيكة هتكون افضل من ولكن في نفس الوقت الفرق ده هيكون بسيط قوي والقيمة اللي انت تخدها في هتكون قيمة مقابل سعر افضلك من البوس تسعمية. ولو هتقارن برضو البوس تسعمية بساون بار زي سوني سبعة تلاف. ففي الحالة دي اقول لك لالساون بار البوس تسعمية هيكون افضل منه على مستوى جاودة الصوت سواء لمشاهدة الافلام او لسماع المزيكة ده هيكون احسن بكتير من سبعة تلاف. ولكن المنافس القوي فعلا سون بار البوس تسعمية من اجهزة سوني هيكون هو المسرح المنزلي السوني الاتش تي اي ناين. المسرح المنزلي السوني الاتش تي اي ناين بيكون متكون من اربع سماعات ما بيجيش مع سابوفر. السابوفر برضو بتشتري بشكل منفصل. ولكن الفكرة انك لما تجيب كل الحاجات دي هتلاقي ان سعرها في الاخر برضو عمل حوالي الفين وتلتمية دولار اللي هو هيكون نفس سعر سون بار البوس تسعمية وفي لفس الوقت هتلاقي ان جودة صوت الاتش تي اي ناين احسن بكتير بالاخصة في حتة الصوت الدولبي اتموس. السوني الاتش تي اي ناين على مستوى الصوت الدولبي اتموس تحديدا بيدي لك صوت مجسم اكتر ومحيط اكتر وبتحس انك فعلا قاعد جوا بابل او قاعد جوا الكرة بتاعت الصوت الدولبي اتموس. فانت فكر براحتك واخد قرارك براحتك سويا اشتريت السون بار البوس تسعمية او الالجي الاس بي حداشر او السامسونج الاتش دا بيو كيو تسعمية وخمسين ايه كل دي اجهزة ممتازة جدا مش تنتب خالص انك انت اشتريتها ولكن الواحد في الاخر بيحاول ان هو يشتري احسن حاجة بالفلوس اللي هو هيدفعها. واتمنى في النهاية ان الفيديو يكون افادك فعلا ودلوقتي اتدرك تفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي هتزهر قدامك وانت في النهاية ما تنساش والشير وانتقابل الفيديو جديد ان شاء الله سلام.